يبدو أن قدرنا سيء مع هذه الطبقة السياسية على مدى عشرين عام هذه الطبقة مأزومة ودائما ما تعيشوا في أزمات وكان لنا معهم صبرا لا حدود له طب الأيام شلنا ويلولد لمدة سنة كاملة حتى ندخل أو ننتهي من أزمة التشكيل الله سبحانه وتعالى والضغط والقدر والظروف من علينا أن نعبر أزمة التكليف لرئيس الوزراء هل ستدخلنا بأزمة أخرى هي مزاد الوزارات وهذا المزاد ما شاء الله خلال هذه الأيام ما يتوارد إلى أسماعنا أن لم يكن حقيقة فهو أقرب إلى الحقيقة أسعاد بورس تسعد وتنزل وزارة بخمسين وزارة بعشرين وزارة بسبعين وزارة بثلاثين وزارة بعشرين نفتح المزاد نسد المزاد أجي اسم طب اسم هذه حقائق هذه حقائق حقائق مو بس بهاي الحكومة بس يبدو بهاي الحكومة المزادات صادق كلش الولد كلش معاليين لأنه يبدو يعني هذا آخر الطيف أو هذه آخر المرحلة وآخر أفعال الشيطنة التي تقوم بها القوى السياسية ويجي لك واحد فايخ بطران قاعد لف فيله يشتغل له يا زعيم وعده حزيب ويقعد هنا قدام هاي الناس اللي أكلها الصبر وقال لك سوف نشكل حكومة خدمة وطنية أبو الوليد شنون الشكل حكومة خدمة وطنية هسه أنا ما أعترض على رأيك وما أضطهد رأيك الوليدات بتقاصبين بداخل البيت الشيء المكون عفر السياسي الشيء الحاكم الآن هناك صراع على وزارة الداخلية وعلى وزارة المالية وعلى وزارة النفط الوليدات السنة اللي يكتب سلامتهم هم الصارعين على وزارة التربية وعلى وزارة الدفاع أخواتنا وأخواننا الأكراد الولد هنا كم صارعين على وزارة الخارجية زيان عمي ليش الصراع على الوزارات اللي بيهن خبزة ليش الصراع على الوزارات اللي بيهن فلوس النوب مو بس هاي الصراع صار جغرافي الدفاع تكون للموصل التربية تكون الصلاح الدين باصل يطلع لنا مختار محل سثمية وخمسة زقاق عشرين مدرب يا محافظة يريد له وزارة ثانية مقلنا لكم من البداية أخوان المحاصصة أغبى نوع من أنواع السياسة والحكم وغبي جدا من يحول أسلوب المحاصصة من استثناء إلى قاعدة يحكم بها هذا مثل الحرام اللي مكشف سيسميه وأصريتم على أن تكون المحاصصة وبعدها تجون تقولوننا والسولفون علينا وكأننا مثلكم أغبياء إلى الحد الذي نستطيع أن نصدق كل ما يقال أن المحاصصة أسلوب للحكم وأنه هي ائتلاف لقوى سياسية طالما لا توجد حزب أو حزبين هذا الخبن هاي السوالف هاي الخرط وأن كنتم قد رضيتم بها وعلى خلاف رغبتنا فإذن هناك أسلوب آخر السوداني موجود وأدكم 23 وزارة وإحنا 40 مليون أكو في الصين 20 وزارة وهم مليار و800 مليون هم رضينا تجيبوني لأسماء مالة الوزراء كلهم بشرط أن لا يكتب لقبه أو دينه أو قوميته أو منطقته مع السيفي مالته ومع مميزاته وتطلونه للسوداني والسوداني يقعد يقرأ يقول يابا الدكتور فلان ابن فلان ابن فلان الأمة فلانة تولد فلان الاختصاصات فلان والله هذا حط على الهجرة هذا ما يدري بيه سني شيعي كردي من جماعات غديرة من الأقليات مو مهم يقول هذا الهجرة والمهجرين هذا يروح للخارجية هذا يروح لفلان هي تخفف هي تخفف المرحلة لا تحتمل أن تكذبوا علينا والمرحلة لا تحتمل أن تختبئوا من جديد وراء نظام حكم بال أوصلكم وسمعتكم وأهلكم إلى الحضيظ بطلوها ليش بتعاركين على النفط ليش بتعاركين على الداخلية وليش بتعاركين على الدفاع يعني بيها فلوس بيها تخصيصات ولذلك كل واحد يجيب لواحد يخليه فأخويا السيد السوداني أنا والله ما عندي اعتراض عليك وأنا من المؤيدين إليك وأنا مؤمن أنت رجل وطني ومخلص لكن أنت فتت فيما ما لا يعلمه إلا الله فانتبه أنا قلت هنما دامك على الجيش اشتركوا في القناة